للعائل الصعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قبل قليل مدير الأمن العام وأحاله إلى التحقيق باعتهمة ارتكاب تجاوزات ومخالفات بهدف الاستلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز ثلثاء قرارا بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار بن غانم الحرب مدير الأمن العام في البلاد وإحالته للتقاعد والتحقيق وبحسب وكالة الأنباء الصعودي أواص فقد قرر الملك الصعودي بصفته القائد الأعلى لكفة القوات العسكرية الصعودية وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد من قرار الحرب لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وبناء عليها توجه له التهمة بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوب القطاع العام والخاصة وأمر الملك الصعودي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحرب مدير الأمن العام بإحالته للتقاعد وإحالته إلى التحقيق ووجه الملك إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد لاستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بهذه التهم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم ضمن القوانين والأنظمة النافذة مع تبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة في الصعودية لاعتمادها وتنفيذها وقد علق ابن هباس بالقول الحرب على الفساد لن تتوقف لن تتوقف من يعتقد أنه محصن فهو مخطئ مخطئ ومن يعتقد أنه فوق المساء التي مخطئ حفظ الله خدم الحرمين وسمو وولي العهد وعلق منذر للشيخ مبارك بالقول قال ولي العهد الصعودي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله الفساد موجود ولكن الذي يهمنا اليوما تكون في أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد من يظن أنه سينجو بفساده فهو واهم الحرب على الفساد لا تتأوب فيها وإن شاء الله سيستأصل من جذوره أعلنت سلطة مكافحة الفساد في المملكة العربية الصعودية والتي يترأسها الأمير محمد بن سلمان تفاصيل ضبطها القضايا تقدر قيمتها بمئات الملايين من العملة المحلية تورط فيها بعض عسكريين بينهما ضباط حاليين ومتقاعدون نقالة السلطات أنهم تورطوا في قضايا فساد كبيرة جدا ونقلت وكالة الأنباء الصعودية واسعا مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة بشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية وأنه يجري استكمال الإجراءة النظامية بحقهم ونشرت وكالة الأنباء الصعودية تفاصيل عيشين قضية باعتبارها الأبرز حيث خضع للتحقيق ضابط برتبة لواء وثلاثة ضباط متقاعدين يحملون نفس الرتبة لواء في اتهامهم بالحصول خلال فترة عملهم بالوزارة على ما يزيد عن مئتين واثنى عشر مليون ريال سعودي أي حوالي ستة وخمسين مليون دولار مقابل تمكين شركات أجنبية من التعاقد مع وزارة الحرس الوطنية كما أوقفت السلطات السعودية مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولة كبرى لدفعه أربعة وعشرين مليون ريال أي أكثر من ستة ملايين دولار وخمسمائة ألف ريال حوالي مئة وثلاثة وثلاثين ألف دولار كمصاري في سفار موظفين حكوميين وعائلتهم مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية بالإضافة إلى ذلك توقف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالث عشر من وزارة الداخلية